اشتركوا في القناة بالنسبة للجاعة الشمالية فعالية ستتناوب صحوب صفل كثيرة مع فترة سفا من حين الى اخر صحوب كثيفة مرتقبة ايضا بجميع المنطق الشرقية وفي احتمال سقوط بعض الامطار الخافيفة نوعا ما بالنسبة لهذه المنطق الصحوب اخرى كثيفة مرتقبة بوسط الصحر واحتى باقصى جنوب الازائري في حق الصحوب بدون فعالية دائما لصابحة الاثنين ان شاء الله سنصلوا ونقول حرارة في استقرار بالنسبة لمدن الشمالية ننتظر في المقاييس ما بين 6 درجات و13 درجة بجميع المنطق الشمالية الحاصمة وهر المستغل من 11 درجة نقول بيجا يا دي جلسكيك دا عنا با 13 درجة ستيف قسنطينا باتنا خنشلات بسا 7 درجات 6 درجات مرتقبة بسيدي بالعباس بغيريزان معسكر وحتى بالنعامة بالجنوب الجزائري مقاييس ما بين 13 درجة ايضا و21 درجة سنسجلوا ان شاء الله انطلاقا من غردايا الى غاية برج برجي مكتر وحتى بيعين كزام هذا خلال الصباح اما خلال ظاهرة ان شاء الله سنسجلوا ونقول دائما منطق صغير مستقر يبقى يميز معظم مدن الشمالية بعض الزخات المطارية غير مستبادة على جميع المنطق الشمالية تكون مؤتبرة محليين خاصة بالمنطق الشرقية الاجوة تبقى مستقرة بالنسبة لجنوب الغرب الجزائري وحتى بالنسبة لأقصى جنوب الجزائري بينما سنسجل الاجوة مغشات غائمة نوعا ما بنسبة لوسط الصحة خلال ظاهرة ان شاء الله سنسجلوا التفاع طفيف بنسبة لدرجة حال قصوة فعلا سنسجلوا ان شاء الله 18 درجة على معظم الولايات السحية الغربية كبنصة فوهران مستغل المرزيو 17 درجة بنسبة لشيرشال العاصمة بومردس حتى ببيجاية 18 درجة بسكيكدا حتى بيعنبا بمرتفاعة 12 درجة نسجلوا ان شاء الله بمرتفاعة 60 14 درجة بتيار 21 درجة بلغوات بالجنوب الجزائري 26 درجة نسجلها بمنطقة تين دوف هذا بنسبة لجنوب الغرب الجزائري 27 درجة بإيليزي وحتى بعين بنسبة لجنوب الشرقي الجزائري وستصيل لغت 37 درجة بعين جزا بأقصى جنوب الجزائري للملاحة وصل البحرية نقول ضروف جيدة نوعا ما بنسبة لممارسة الملاحة وصل البحرية هذا راجع دائما إلى نقول ارتفاع الطافيب في الضغط جوي بالنسبة لحود بعد المتوسط رغم ذلك حسجوا ان شاء الله في أخر نعار هبوب رياح مؤتدين قوية في بعض الحيان خاصة تنقل بالسواحيل الغربية والسواحيل الوسطى والرؤية تبقى جيدة ان شاء الله يلا نتوارد نشر الجوية كالمعتد مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلاكية توقيت نسبك لهذا العاصمة وتواحية إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وياكم إلى نهاية هذه النشرة نشكركم على المتابعة وقد ممتعا مع باقية البرمج وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر